ده محتوى حلقة النهاردة لكن عايز اقول لكم انه بداية الف مبروك لأبطال النادي الاهلي لكرة اليد رجعوا النهاردة بسلامة الله من العاصمة الكنغولية برزافيل بكأس افريقيا ودي كأس غالية جدا على الاهلي كأس افريقيا لكرة اليد بطولة غالية جدا على فريق النادي الاهلي وبتأكد وبتعزز انه كوماندوز الاهلي على الطريق الصحية ان شاء الله تعالى مزيد من البطولات واعتقد ده تأهيل وتجهيز جيد جدا قبل مشاركتهم في كاس العالم للاندية في الدمام ان شاء الله الفريق قدم بطولة قوية جدا بقيادة ديفي ديفيز الاسباني المدير الفني والكابتن خلد العوضي اشاد واشار كتير للاداء الرائع للعيبة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرس على تهنئة الفريق والجهاز الفني بالبطولة واجه لهم التهنئة واشاد بالاداء المتميز للعبين وروحهم العالية طوال مشار البطولة واكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني وقال انهم استحقوا اللقب عن جدارة بعد ما حققوا الفوز في جميع المباريات واشار الكابتن الخطيب الى ان هذا التتويج الذي يتحقق للمرة السادسة في تاريخ النادي يحمل هؤلاء اللاعبين مسؤولية كبيرة تجاه نديهم وجماهيرهم الوفية اللي بتستحق ان يبزل الجميع قصارى جهده لإسعدهم الحقيقة الكلمة الاخيرة للكابتن محمود الخطيب بخصوص الجماهير جماهير الاهل يا جماعة يعني فعلا تستحق ان كل من يمثل النادي الاهلي وكل من يرتدي فنلة الاهلي يبزل اقصى ما لديه لإسعد هذه الجماهير الجماهير فعلا عندها من الوعي والوفاة والانتماء والاخلاص للنادي اللي يخلي فعلا هم سند الاهل الحقيقي وهم حامي حمى الاهلي باستمرار وفي كل العصور فريق كرة اليد حقق هذا الانجاز المهم جدا بنحييهم وبنبركلهم عليه